مباشر في هذا العدد الخاص الذي سنفرد مساحة واسعة منه لحفل الكرة الذهبية الذي يجرى في هذه الأثناء في العاصمة الفرنسية باريس هذا الحفل رقم 67 والذي حضره الكثير من نجوم كرة القدم في العالم ونجوم رياضات أخرى حفل الكرة الذهبية رقم 67 الذي كما قلت يجرى في هذه الأثناء وسنحاول أن نتابعه باستمرار رفقة محللين الأفاضل كلمة أولية ميدوا عن هذا الحفل حفل باروندور أفضل جائزة فردية في العالم في تاريخ كرة القدم أفضل جائزة يتنافس عليها أفضل لعبين في العالم لا أعتقد بأنه لا توجد جائزة فردية عندها كل هذه القيمة أكثر من الكرة الذهبية لفرنس فوتبول والتي كانت لسنوات سابقة بالاشتراك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أن ينفصل مجدداً وتصبح هناك كرة ذهبية ذباست وكذلك أفضل لعب في أوروبا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الباروندور هو أفضل جائزة فردية يسعى لها كل اللاعبين أكثر اللاعبين تتويجاً بها في تاريخ وليون الميسي بسبع ألقاب يليه بعد ذلك كريستيانو رونالدو خمس ألقاب وبعده هناك بلاتيني كريف بالإضافة إلى أيضاً فون باستن الذين نالوا تلت ألقاب كان هذا هو الرقم القياسي في وقت سابق هذه الجائزة لم تكن تمنح سوى للعبين ذوي الأصول الأوروبية لكن منذ جورجوية على ما أعتقد سنة 1993 أصبحت تمنح للعبين خارج الاتحاد الأوروبي يعني لا يملكون الجنسيات الأوروبية منذ ذلك الحين أصبح يتوج بها لعب أمريكا اللاتينية بكثرة أعتقد بأن القانون اللي كان ينص على منحها فقط للعبين الأوروبيين حارموا لاعبين عمالقة في تاريخ كرة القدم من التتويج بها وعلى رأسهم ديغو أرمانضو مارادونا الذي لم يملك الكرة الدهبية بسبب القوانين التي كانت تمنع منحها للاعب غير أوروبي نعم إذن الحفل انطلق منذ دقائق وتم توزيع جائزتين لحد الآن نبدأ بيا الجائزة الأولى مع محمد لمين بن شابير جود بيلينغ هام يتحصل على جائزة كوبا لأفضل لاعب نشأ يستحقها من دون شك أول جائزة مستحقة منذ سنوات الجوائز السابقة خصوصا العامين الماضيين بيدري ثم غافي كانت الجائزة غير مستحقتين تماما كان هناك الكثير من اللاعبين في تلك الفئة أحسن إحصائيا من هذين اللاعبين وحتى من حيث الإنجازات هذا الموسم جود بيلينغ هام لا غبار حتى المنافسة كانت منعدمة ليست شبه منعدمة ولكن منعدمة نهائيا جود بيلينغ هام نصب نفسه أحسن لاعب في هذه الفئة منذ مدة لذلك أراها جائزة مستحقة عن جدارة من اللاعب الإنجليزية الذي أبهر الجميع خصوصا ببدايته الخرفية والإعجازية مع ريال مادريد من كان يتوقع أن يفعل كل هذا جود بيلينغ هام مع ريال مادريد في أول موسم وفي أول المباريات الآن وهدف دوري الإسباني عفوا ثلاث تمريرات حاسمة حسم الكلاسيكو بهدفين لذلك صراحة ما يفعله يؤهله ليكون ألفة الذهدي لهذا الموسم بدون أي منافسة جائزة أعتقدت منه من سبتمبر إلى غاية جوان ما فعله ماريال مادريد لا يموت حتى الموسم ماضي معه حتى الموسم نعم حالك الجائزتين الماضيتين لم تكون مستحقتين مده لا لا أعتقد بأنه الموسم الماضي ربما قافي كان في منافسه مع جمال موسيالة إحصائيا موسيالة كان أفضل منه لكن ربما بالتأثير بنظر إلى كل ما يفعله ما كان يفعله فوق أرضية الميدان نالها الموسم الذي قبله بيدري خالد 73 مباراة لعبة كل المنافسات التي كانت مسموحة له بخوضها من ألعاب أولمبيا لأورو الليغا كوبا دير رايدا ورابط الأوروبا نالها في تلك الفترة لم يكن هناك لعب المتألق ونجد بيلينغ هام هذا الموسم بدايته ماريال مادريد يتأكيد على الأمل التي كانت معلقة على اللاعب تأكيد على ولو أنه أنه الموسم الماضي كان تقريبا في نهاية الموسم كله مصاب مع بورسيا دورتموند جائزة مستحقة بالنسبة لبيلينغ هام نعم قاري لايني كان من نجم متخب بإنجلترا في سنوات الثمانينات قال بأن جود بيلينغ هام سيتحصل على الكرة الذهبية عام 2028 أرى جود بيلينغ هام ما يقوم به منذ بداية الموسم عام خارق للعضاء خاصة وأنه لم يتأقلم بل اندمجه بشكل كل في البيت الأبيض في النادي الملكي أرى أيضا مثلي مثل لايني كير أن جود بيلينغ هام سوف يكون له شأن كبير لو استمر بهذه الطريقة خاصة وأنه يلعب مع لاعبين دوي خبرة على غرار مودريج تيبو كورتوال لما تكون مع رودي جير توني كروس أيضا كارفاخال لو أرى مستقبل جود بيلينغ هام لو يستمر على هذا المنوال أرى في هذه السنة أيضا سوف يساعد ريال مادريد على التتويج ربما بالبطولة الإسبانية وحتى كأس رابطة أكثر ما الذي يعطينا قاري لايني كار مع احتراماتي له يعطينا سنوات بسكي عرف بلي ربع سنوات من الآن وخمس سنوات على بلو بيلينغ هام تتوقع فيها بمدة أقل أمين أنا من توقعش محمد أنا أحتكم إلى مردود لعب أنا ضد النفخ وضد التطبيل أنا أريد أن يتعامل الإعلام والجماهير بحد أقل بخصوص توقعات مع جود بيلينغ هام يجب أن نمنحه بعض المساحة من أجل أن يتطور لأنه اللعب لازال في بداية مشواره مع المستوى الكبير أتحدث عن ريال مادريد لذلك لو استمر على هذا المنوال ولو توجى ريال مادريد في نهاية الموسم بلقب الليغة الإسبانية وتوجى بلقب رابط أبطال أوروبا وبيلينغ هام وصل على نفس المنوال فبيلينغ هام سيكون هو حامل الكرة الذهبية هذا الموسم طبعا أنتم تشاهدون منذ قليل وصول الكرة الذهبية إلى مقر الحفل طبعا في حقيبتها الفخمة هناك طقوس معتادة لطريقة وصول الكرة الذهبية إلى مكان إقامة الحفل سنخذكم بعد قليل في جولة إلى عين المكان حتى نكتشف سويا الجوائز التي ستوزع جائزة ثانية يا أمين لفينيسيوس واسمها جائزة سيكرتاس حيث حقق فينيسيوس جينيور جائزة سيكرتاس للعمل الإنساني استمع جيدا يميدو جائزة سيكرتاس للعمل الإنساني وذلك عن جهوده في مكافحة العنصرية في لعبة كرة القدر صحاك بأميدو باش مزيش تحدث كامل على فينيسيوس لا ما تحدثش عليها كرة وفينا تحدثت على تصرفاته حما طوله جائزة لأنه يحارب في العنصرية وانت تقول بأنه لعب مستفز وأكبر لعب مستفز في ملعب الكرة وبأنه يستفز الجماهير حتى يهيجها وتطور عليه جائزة سيكرتاس للأعمال الخيرية هذا ليس حفل هلال أحمر وحفل كرة القدم لذلك جائزة مستحقة ربما بسبب كل ما فعله الموسم الماضي في ملعب فرنسيا وكل ما انفجر بعدها من قضايا بالنسبة لفينيسيوس جينيور بعدها كانت فيه صحيح أنه بعد ما حدث له في ملعب المستايا كانت فيه حديث حول العالم كله عن العنصرية كانت فيه ردات فعل من بعض المنظمات وردات فعل حتى من الاتحاد الدولي والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإسفاني كرة القدم ذلك جائزة مستحقة ربما جائزة تحطه على الإنقاس من استفزازاته ضد المدافعين والتعاقل أيضا في ملعب موهوب وهذا ما نتمنى لأنه كرة القدم المهم والأهم في كل هذا التقنيات داخل المستطيع الأخضر والعمل الإنساني مهم جدا أيضا خارج المرحب جائزة سويقية لا أكثر ولا أقل لم يقم لا بمحاربة العنصرية ولا بأشيء يذكر أحب يرد فينيسيوس مالكولم إكس وماذا عنصرية لي حاربة؟ تعرض لي هتفت عنصرية مثل العديد من اللاعبين السابقين الآن يتم استغلال اسم فينيسيوس كقيمة دعائية ثابتة واحد من أكثر اللاعبين قيمة دعائية في العالم حاليا كل العلامات كل الماركات المشهورة تتهافت على التعاقد مع فينيسيوس لذلك جريدة فرونس فوتبول ذكية تعرف كيف تتعامل معها مثل هذا الجانب أتحدث عن الجانب لذلك اختارت فينيسيوس وشفت البدلة اللي جابيها اليوم نعم بدلة الحمراء حمراء وسوداء بدلة الحمراء إيا بورتقالية سوداء شوف البدلات محمد حتى ميسي كان يؤثر الجدل دائما ببدلته من علامة جوتي ميسي هذه البدلات تفرض على اللاعبين من طرف مركات عالمية رعاة عالميين مقابل أموال طائلة يتحصل عليها هؤلاء اللاعبين لذلك ترى العديد من الملابس الغريبة لكن اللاعب حصل مقابل ذلك على أموال طائلة لذلك لا يهمه أن يظهر بلباس غريب لفترة ساعة أو ساعة ونس من الزمن مقابل الحصول على أموال طائلة حتى أنت يا محمد لو تتحصل على راعي رسمي يمنحك بعض الأموال فستمرك ترتدي ربما أغرب الملابس ترجمة نانسي قنقر